في كل مرة يقترب موعد انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة تعود نفس الأسئلة والشبهات لتفرض نفسها على المشهد السياسي أسئلة عن جدوى وجود هذه المؤسسة في ظل صلاحياتها المحدودة وشبهات المال الوسخ الذي أصبح سبيل كثير من المنتخبين لتطليق معاناة تسيير شأن المحلي بتعقيداته والفوز بمقعد مدفوع الأجر مقابل مهمة واحدة رفع الأيدي تحت الطلب وقت الحاجة شبهات لم تمنع صرامة الداخلية والعدل للقضاء على ظاهرة شكارة من تدفعها بين المعارضة والمولاة مجلس الأمة الذي يصل إليه هذه المرة سيصلون إليه أصحاب المال الفاسد هذه انتخابات في مجلس الأمة ستكثر فيها كثير من الدعايات و ستكون لكل المنهزمين في أماكن كثيرة شماعات لا شك أنهم سوف يعلقها على رجالات جبهة التحرير الوطني سيطرة حزبي الأفلان والأندي والثلث الرئاسي أو الثلث المعطل كما يصطلح عليه الذي استحدث زمن التسعينيات للجم سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقتها بدعوى الحفاظ على مكسب التعددية حول هذه المؤسسة برأي الأغلبية من المتابعين إلى أكثر من غرفة تسجيل برأي واحد يلجم خيار التعددية وظهر رأيان في المسألة رأي يطالب بالاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان وحل مجلس الأمة ورأي آخر يشترط توسيع صلاحيته للإبقاء عليه مع إعادة النظر في تركيبة الثلث الرئاسي وامتيازاته بعدما تحولت مناصبه حسب البعض إلى مكافأة نهاية الخدمة لوزراء ومسؤولين متهمون بالفشل في تسيير قطاعاتهم وأصبح بعضهم لا يكلف نفسه حتى عناء حضور جلسات مصادقة على القوانين ومناقشتها رغم أن مبررة عينهم كان الاستفادة من حكمتهم وخبراتهم